مواقف متبينة أبدتها الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر بعض الأحزاب ترا فيها بداية للانفراج وأخرى تعتبرها خطوة ناقصة التجمع الوطني الديمقراطي رحب بتفعيل المادة 102 من الدستور وأوصى باستقالة رئيس الجمهورية بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور أحزاب أخرى ثمنت الخطوة لكن اعتبرتها غير كافية فحركة مجتمع السلم اعتبرت أن المادة 102 لا تتيح تحقيق الإصلاحات وهو ما ذهب إليه حزب طلائع الحريات يجب مع تطبيق المادة 102 عدد من الإجراءات عبر انطلاق ما صار تطبيق المادة 102 الآن فيه مطلب كبير شعبي بتغيير رئيس مجلس الأمة هذا هو مطلب صار قوي يسير في مختلف الوسائط الإعلامية كذلك الرئيس حكومة توافقي هذه الحكومة هي التي تشرف على هذه الإصلاحات ومن هذه الإصلاحات اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات موقف ثالث أبدته بعض الأحزاب وهو رفض تطبيق المادة 102 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية انتقد تدخل الجيش في الشأن السياسي وصفا الخطوة بالمتأخرة تفعيل المادة 102 خلاص تعدتها الأوضاع السياسية والمادة الوحيدة المفعلة وليس التي يجب تفعيلها هي مفعلة هي المادة 107 هي المادة 7 الشعب هو اللي عنده السيادة جفة القوى الاشتراكية دعت إلى انتخاب مجلس تأسيسي معطابرة بأن تطبيق هذه المادة سيسمح بديمومة النظام وعلى نهجه سار حزب العمال الذي أوضح أن تفعيل المادة 102 يعني بقاء الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيها وهو ما يتنافى مع المطالب الشعبية أما جبهة العدلة والتنمية فيرى رئيسها عبدالله جاب الله أن الحل الوحيدة تطبيق المادة السابعة من الدستور المادة 102 أضحت اليوم لا قيمة لها لأن المادة 102 كما هو منصوص في دستور الحالي إنما تنقل السلطة إلى رئيس المجلس الأمة وتبكى على المؤسسات القائمة كما هي اختلاف الأحزاب السياسية حول تطبيق المادة 102 يأتي في وقت يشهد الشارع الجزائري مسيرات متتالية سرعان مرتفع سقف المطالب فيها في انتظار قرار المجلس الدستوري ترجمة نانسي قنقر